الله يردم وعزيز ملتمس بصوت عال ونبرة حاسمة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتصاره في معركة الليرة فالخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها حكومته بهدف ضبط أسعار صرف العملات قد نجحت بشهادة الخبراء الاقتصاديين وبحسب الخبراء فإنما ميز خطة أردوغان ملاءمتها للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والمزاج العام للمواطن التركي الذي طالما أخافته الآلة الإعلامية المناهضة لأردوغان وحكومته يتساوى في ذلك إعلام الداخل المعارض وإعلام الخارج الذي يهمه الإبقاء على هيمنته الاقتصادية على دولة تسعى لتكون على منصة الدول الكبرى اقتصادية وهو ما حققه حزب العدالة والتنمية خلال 19 عاما من حكمه لتركيا هي طبول حرب الاستقلال الاقتصادي إذن كما أطلق عليها أردوغان قرعت فصمت آذان من يتلاعبون بمقدرات الشعب التركي وقوته برفع نسب التضخم لتلهب ظهورهم صياط الأسعار وما خفي من وراء ذلك أعظم من جديد يحقق أردوغان وفريقه هدفا يضاف إلى مجموع أهدافه التي أحرزها في السابق معلنا أن الشوط الثاني سيكون صعبا على المعارضة فلقد كان الرهان على تهاوي شعبية الحزب ورئيسه من خلال واحد من أكثر الملفات حساسية لدى أي شعب ملف الاقتصاد وقوت الناس توظيف وزيادة صادرات وصناعات جديدة وشراكات ومشاريع أبحاث تكنولوجية وجذب لمزيد من الاستثمارات الجادة في مشروعات طويلة الأجل توجد مزيدا من فرص العمل وحوافز اقتصادية بتخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنح اقتصادية للمصدرين كل هذه الإصلاحات كانت من بين الحلول أردوغان للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد مكاسب سيحصل عليها الشعب والمستثمرون بينما يربح أردوغان في المقابل مزيدا من ثقة الشعب التركي